السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا منذ ساعات الصباح الباكر مختلف وسائل الإعلام الألمانية تتحدث عن فرض اللقاح داخل الجيش الألماني على أفراد الجيش ومن المتوقع أن تقوم اليوم وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرام كاغنبوة بالإعلان عن ذلك لحد الآن المعلومات من وزارة الدفاع ومختلف الجهات من الوزارة تؤكد أنه سيتم فرض اللقاح على أفراد الجيش الألماني ومن يخالف هذا القرار أيضا يمكن أن يتعرض إلى إجراءات تأديبية داخل الجيش ولكن من حيث المبدأ بسبب أيضا انتشار الوباء بشكل ولو جزئي داخل الجيش الألماني وتأثيره على عمل الجيش الألماني وخاصة مشاركة الجيش الألماني منعرف في المساعدة في المناطق المنكوبة في حملة التطعيم في مختلف المجالات منعرف شارك في الفترة الماضية الجيش الألماني وساعد أيضا مختلف المؤسسات المدنية في ألمانيا والآن على ما يبدو تم اتخاذ القرار من قبل عديد من القيادات في وزارة الدفاع الألمانية بفرض اللقاح داخل الجيش اللواء في الجيش الألماني كاستن بغاية أعلن أنه سيقوم فقط بالسماح لأفراد الجيش المطاعمين في المشاركة في حملة المساعدة في ألمانيا منعرف الجيش يساعد في حملات التطعيم في الجزونت هيتمت أيضا في الكونتاكت في فالغون يعني كمان أنه يلاحقوا الناس يعني يلي كانوا يعني على تماس مع أشخاص مصابين عب يساعدوا بالفليجة هاي في دور الرعاية ومن المتوقع أن تزداد هذه المساعدة ويتم وضع 12 ألف من أفراد الجيش الألماني حتى شهر ديتسمبر يعني للمشاركة والمساعدة في كل هذه المجالات ولكن يجب أن يكون أيضا أفراد الجيش المطاعمين هن فقط المسموح لهم يعني بالمشاركة في هذه المساعدة وبالتالي بسبب يعني كل الأسباب اللي ذكرناها سيتم على ما يبدو فرض اللقاح الآن على أفراد الجيش الألماني ننتقل الآن للنقطة التالية في الحقيقة يعني عم نشوف بشكل يومي الآن تسارو الأحداث وازدياد عدد السياسين والمسؤولين في ألمانيا اللي يعني بأيدوا فكرة أيضا فرض اللقاح الآن رئيسة الكتلة النيابية لحزب الخضر أيضا في البرلمان الألماني السيدة كاترين جورين أكات الآن أعلنت أيضا عن موقف يعني في الحياة الجدلي إلى حد ما يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكنها أعلنت عن تأييدها لهكذا خطوة خطوة فرض اللقاح ولكن لحتى نشوف حرفيا شو قالت لأنه بصراحة الكلام يعلته فيه أيضا بعض الألغاز يعني مشان نفسره نفهمه بشكل صحيح فقالت يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني إلزامية التطعيم لا تعني إجبارية التطعيم دارفون البوليساي متكفال دوشجزت الذي يتم تنفيذه باستخدام العنف من قبل البوليس فاعتبرت يعني أنه إلزامية اللقاح ليست إجبارية اللقاح وعن طريق تنفيذه باستخدام قوة الشرطة أو استخدام الشرطة إذن الواضح يعني أنه الآن بدأت يعني العديد من التفسيرات المختلفة فيما يتعلق بهذا الموضوع ولكن من حيث المبدأ يعني هي أيضا يعني أعلنت تأييدة أيضا لخطوة إلزامية اللقاح في ألمانيا وخاصة أنها اعتبرت يعني أنها هكذا خطوة مقارنة مع أشياء أخرى مثل اللوكداونز والتايل لوكداونز يعني الإغلاقات اللي عم نشوفها بتعتبرها هديكة إجراءات أكثر قصوة على الناس وأنه يعني فرض اللقاح يعتبر بالمقارنة مع هكذا خطوة هو إجراء يعني من النوع المتوسط وليس إجراء شديد ننتقل الآن للخبر التالي وهو قريب من الأخبار الأخرى أيضا المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل على ما يبدو البارحة مساء دعت إلى مكتبها مختلف السياسين رؤساء الأحزاب يعني والسياسين المهمين رئيس المستشار القادم في ألمانيا يعني أيضا أولاف شولز عن حزب الاس بي دي أيضا أنا لينا بابوك وهابك من حزب الخضر كريستيان ليندنا من حزب الاف دي بي أيضا إذن دعتهم إلى اجتماع مغلق داخل مكتب المستشارة مساء وبشكل يعني عاجل وطارئ على ما يبدو تم نقل المعلومات عن هذا الاجتماع الذي تسرب عن هذا الاجتماع على ما يبدو أن المستشارة يعني تحب أن تعرف ما هي الخطوات القادمة وأنها عبرت عن عدم رضاها يعني عن الإجراءات المتخذة أو المفروضة حاليا في ألمانيا نعرف أنه في الاجتماع الأخير أيضا مع رؤساء وزراء المقاطعات يعني المستشارة صاحبة خط متشدد كانت في الفترة السابقة يعني في فترة الجائحة ولكنها لم تستطيع يعني أيضا بنفسها فقط فرض إجراءات أكثر قسوة يعني وتم على ما يبدو الحديث عن مجموعة من الأشياء والاحتمالات وخاصة مع انتهاء الآن حالة الطوارئ للجائحة في ألمانيا في 14 نوفمبر وعلى ما يبدو أنها تريد أن تعرف ما هي الخطوات القادمة أو الأحزاب يعني هذين استدعتهم أيضا إلى المكتب واجتمعوا معهم أن الأحزاب اللي رح يشكلوا الآن الحكومة القادمة على ما يبدو المستشارة تريد أن تطمئن لما هو قادم أو تستفسر عن رأي الأحزاب يعني هذه فيما يتعلق بهذا الموضوع قد يكون أيضا أحد الموضوع التي تم نقاشها هو موضوع إلزامية اللقاح في ألمانيا لم تتسرب يعني معلومات مهمة عن هذا الاجتماع ولكن الواضح أنه كان اجتماع مهم يعني بهذا الشكل ومع الرؤساء الأحزاب يعني أيضا ورؤساء الحكومة القادمة والمستشار القادم في ألمانيا فالاجتماع هذا بالتأكيد كان مهم جدا ننتقل الآن للخبر التالي على ما يبدو أن الكواليزيونس فاتحاك اللي هو عقد التحالف بين الأحزاب السلاسة الأس بي دي والإف دي بي والخضر اقترب من نهاياته وقد يتم الإعلان عنه يعني قريبا اليوم أو غدا ربما أيضا فالأشياء الأكيدة أو شبه الأكيدة التي تسربت الآن يعني عن هذا العقد يعني اللي بيتم فيه الاتفاق على جميع السياسات في المرحلة القادمة في فترة الحكم القادم لمدة أربع سنوات في ألمانيا بين الأحزاب السلاسة نشوف النقاط الخمسة الرئيسية التي تم اتفاق عليها بشكل شبه أكيد الخطوة الأولى هو طبعا نعرف حزب الأف دي بي أصر على خطوات متعددة اللي هي عدم رفع الضرائب منها ضريبة الدخل يعني لا يتم رفعها ضريبة الأنتاني من شتوية لا يتم رفع الضرائب على الشركات وده دي مابات شتوية أو ضريبة القيمة المضافية يعني الـ 19% هل نعرفها إذن حزب الأف دي بي نجح في فرض عدم رفع الضرائب هذه على الناس في ألمانيا النقطة الثانية هي اللي صالح حزب الأس بي دي وهو الرفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا في السنة الأولى من الحكم إلى 12 يورو نعرف 12 يورو بروتو طبعا وهي الخطوة التي وعد بها أولاف شولتس وحزب الأس بي دي قبل الانتخابات يعني وبالتأكيد سيقوموا الآن بتنفيذية ورفع أيضا الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في ألمانيا النقطة الثالثة التي تم الاتفاق عليها هو تخفيض سن الانتخاب من 18 سنة إلى 16 سنة إلى انتخابات البوندستاك يعني انتخابات البرلمان المركزي في ألمانيا والأيغوبا فالن والانتخابات الأوروبية ومنها انتخاب أيضا البرلمان الأوروبي إذن تخفيض سن الانتخاب كذلك النقطة الرابعة هي لصالح حزب الخضر نعرف في إطار حماية البيئة أيضا وهو فرض أن يتم تخفيض استعمال الفحم الحجري في توليد الطاقة الكهربائية في ألمانيا وأن يتم إلغاؤه تدريجيا وصولا إلى عام 2030 يعني نعرف دون تثبيت ذلك بشكل مطلق قد يستمر الموضوع حتى عام 2030 ولكن من حيث المبدأ الهدف هو أن تتوقف ألمانيا حتى عام 2030 عن توليد الطاقة الكهربائية عبر الفحم الحجري النقطة الخامسة على ما يبدأ وأنه تم الآن الاتفاق على السماح بالبيع الشرعي للقنب أو الحشيش في ألمانيا دون وجود تفاصيل عن طريق التنفيذ ذلك نعرف حزب الاسبالي عنده تصور معين عن ذلك ولكن من حيث المبدأ على ما يبدو أنه تم الاتفاق الآن على هذه الخطوة السماح ببيع الحشيش بشكل شرعي ومرخص في ألمانيا ننتقل الآن للخبر التالي مهم جدا أيضا لسكان مقاطعة نوتغاين فيسفالن بشكل خاص وهو توقف حركة القطارات بشكل واسع في هذه المقاطعة المهمة في ألمانيا والسبب هو وجود مشكلة في محطة لتحويل الخطوط يعني شتالفاك في ديسبوك أثرت على حركة القطارات وخاصة المسافات البعيدة بشكل كبير جدا منذ ساعات الصباح الباكر وعب يتم الآن العمل على إصلاح هذا العطل ولكن بسببه توقفت حركة القطارات على الخطوط المدن الرئيسية أسن بوخم، ديسبوك، ديسلدوف كل هالمناطق يعني أوبا هاوزن فكل هالمناطق اثرت بحركة القطارات وتوقفت تماما حركة القطارات على هذا الخط في الحقيقة ووجود تأخيرات كبيرة حتى في الأسبان يعني المسافات القصيرة فجاري العمل الآن على الإصلاح العطل ولكن من المتوقع أن يستمر ذلك لعدة ساعات يعني خلال اليوم يجريسا ما يتم إصلاح العطل وهذا هو سبب التأخير الآن للقطارات للناس اللي بتابانا من مقاطعة نوت غين بسفان خاصة الناس اللي بتروح العمل على الشغل على الجامعة يعني بتتحرك عبر القطارات هاي كانت أهم المعلومات من ألمانيا لهذا الصباح تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته